تعزيزات عسكرية جديدة أرسلها الجيش العراقي إلى محيط مدينة الفلوجة التي تسيطر عليها جماعات مسلحة لكن قرار الحسم العسكري ما زال مؤجلا فقد استبعد وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي إمكانية شن الهجوم على المدينة حاليا خشية سقوط ضحايا بين المدنيين وزارة الدفاع العراقية أعلنت مقتل عدد من المسلحين في غارة جوية على مدينة الرمادي غارة تأتي بعد إعلان الجيش توسيع نطاق عمل المروحيات ليصل إلى خمسين بالمئة من مجمل العملية العسكرية في المحافظة الولايات المتحدة دخلت على خط الأزمة عبر قرارها تسريع تسليم سواريخ وطائرات مراقبة من دون طيار إلى العراق للمساعدة في مواجهة المسلحين لكنها أرفقت ذلك بتأكيد رفض إرسال قوات برية أود أن أؤكد أنه ليس الوقت المناسب لإرسال قوات أمريكية إلى العراق أعتقد أنه حان الوقت بالنسبة للعراقيين لتنفيذ ما يجب القيام به علينا أن ننتظر فقط لمعرفة ما إذا كان إرسال قوات إلى العراق يصب في مصلحة أمننا القومي ولكن أعتقد حاليا أن هدفنا هو السماح العراقيين بحل هذه القضية بأنفسهم ومع استمرار الحشد العسكري تتفاقم معاناة المدنيين في الفلوجة واسطح حركة نزوح واسعة للأهالي ويعيش النازحون ظروفا صعبة رغم احتمائهم بمدارس ومباني في ضواحي المدينة ترجمة نانسي قنقر